شادي شاب غير ملتزم يعشق جمع المال ويجعله فوق كل شيء حتى أهله سافر إلى إنجلترا وظل عشر سنوات لا يهتم سوى بجمع المال تعرف شادي على فتاة من بلاده تعيش مع والديها هناك وقام بخدمتها ثم أرسل مبلغا كبيرا إلى شقيق خطيبته الشاب لبناء قصر يليق به يتألف من ثلاثة طوابق ويجعله على طراز القصور الغربية حيث يحتوي على مسابح للصيف والشتاء وجراج السيارات بالإضافة إلى الأشجار والأزهار وبعد عام عاد شادي وذهب إلى قصره دون أن يفكر في رؤية عائلته وعندما وصل إلى قصره وإذا بسور حجري أنيق يحيط بالقصر من الخارج وبالبوابة قوس حجري جميل مكتوب عليه الملك لله غضب شادي وقال للشاب أنا أعمل ليلة نهار في غربتي منذ أكثر من عشر سنوات لأتملك هذا القصر ثم تقول لي الآن الملك لله أين ذهب ذكائي ومالي أنزل هذا القوس واكتب القصر باسمي أنا لأنه ملكي أنا غضب الشاب غضبا شديدا وقبل أن يغادر المكان ويعتذر عن تكملة مهمة فوجئ بشادي يسقط مغشيا عليه وأصبح لا يستطيع الحركة فحمله إلى المستشفى وأخبره الأطباء أن شادي أصيب بشالل رباعي وصلت عائلة شادي لتطمئن عليه بعدما علمت بأن شادي أصيب بالشلل عندما نازع الملك في مملكته فتصدقت العائلة على الفقراء والأرامل والأيتام حتى يرضى الخالق الملك عن ابنهم وبعد أن أفاق الإبن قال له والده الرزق يا بني الذي نملكه هو رزق الله والله لو منع عنك رزقه لما استطعت أن تأتي بقطرة ماء ولولا لطف الله لشرب الناس من مياه الطين إياك أن تنازع الملك في مملكته فأنت عبد وهو ملك أنت فقير وهو غني أنت محتاج وهو معطن ثم قرأ عليه قول الله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير استغفر شادي وتاب إلى الله الملك وعاهده على الالتزام والتقوى وطلب من عائلته الدعاء له حتى يستطيع الحركة ليصلح كل ما اقترفه من ذنوب